نموذج القيمة التنافسية هذا النموذج صراحة مرة مهم وكثير ناس حتى في الدورات أو محاضرات ما يشرحون انت هنا لازم تجي تحدد إيش البين اللي أنا موجود عندي تمام والبين ريليف يعني أنا اليوم مشكلتي إني أنا علشان أحصر على تاكسي لو أخذنا مثال أوبر إيش البين ليش أنا أطلوب أوبر ليش ما أنزل لأخذ تاكسي so time صح so أنا بنزل بالذات إحنا عندنا ما شاء الله الحر تمام بنزل تحت الشارع بقعد أوقف لي ربع ساعة يجي تاكسي يأخذني خصوصاً لو كنت في حي ما هيجي في الحي لازم أطلع أحتاج وقت أطول علشان يوصلني تاكسي أو أقدر أحصل على الخدمة اللي أنا أبقى إذن هذا أول بين اللي موجود عندي اللي أوبر جاء حتطله ريليفز حلول فأنا حددت الـ product and services حددت الـ pain creators اللي هي جالسة تقدمها إذن هي خدمة التوصيل هذا البين اللي جالسة تسويه إيش الـ pain reliefs وإيش اللي هيكسبوا المستخدم من هذا الحل وإيش اللي هيخسروا بالمقابل يعني أوبر اليوم مثلاً سعاره أعلى شوية هذا بين إيش الـ customer jobs اللي هيسويها علشان يحقق أو علشان يوصل للخدمة اللي أنت حتقدمها عميل ما هيفكر أنه يبغى أوبر فهيحيجيله هو لازم يدخل ويدور ويشيك وشوف الخيارات ويطلب كيف طريقة الطلب تكون أبسط لما تعمل هذه الرسمة لكل مشكلة أو كل خدمة في التطبيق حتسهلك تستوعب حتى قدام لما تجي تشرح للـ investor هيحس أنك أنت فاهم مشروعك أكثر You don't have to present this بس it will help you to understand كيف البزنس حقك ماشي